موسيقى الشربيل والأحزيمة المطرزة تقليدية من مقتنيات المرأة الأساسية في الأعراس والمناسبات الخاصة باعتبارها إكسسوارات ضرورية في التقاليد المغربية التي تتعبر على الأنوت والتشبت بالأصالة مثلها مثل أزياء تقليدية التي ترافقها كالقفطان الجلابية حرفات صناعة الشربيل وكذلك الأحزيمة المطرزة التقليدية عرفات تطور سواء في الشكل أو في التصاميم وحتى في المواد الجديدة التي تم إدخالها شيء الذي خلّى هذه الحرفة كتواكب بشكل مستمر واقع ونمط لأفراح المتطور هذه الأحزيمة كانت صنعها من سقلي ومن الأحجر يعني الجوهار وكريستال ولكن مع التجد قدم عدة كانوا أكثرية كانوا تطرز دليد كانوا يستعملوا السم الحور بالتنز دليد ولكن مع التطور ديال أي صناعة كانت تعرف التطور التطور الدباء أو كيعملوا كيقول لنا كان ندخلوا الأحجار ولنا كان ندخلوا حتى النحاس حتى النحاس ولا كانوا يستعمل فيه سانتيان وذيكش والشرابيل كانوا في الأول توم ما كانوا بتطرز وكل شيء ولكن احنا الأول وحدين دخلنا على الشرابيل الجوهار وهنا كان صنعوهم بخيطهم يعني كيتصنعوا عدنا بدنا ندخلوا عليهم الجوهار باش كيتموني شي حاجة متميزة على السوق يعني ممكن جديد وتفرض راسي في واحد السوق ولا تشي حاجة ولكن يكون لديك واحد تميز لديك واحد اللمسة خاصة لديك الشرابيل عنده أشكال متنوعة فكل قوش الشرابيل الفاسي المصنوع من السقل الحر وكذلك الشرابيل المصنوع من الجلد فقط وهو نفس الأمر اللي كانت تابق على الأحزيمة التقليدية في تعدد الأشكال ديالها وتصاميمها لكن ولمواكبة الموضع اتجه الحرفيين المغاربة إلى استعمال الأحزار وحتى النحاس في الأحزيمة عوض الجوهر والكريستال فقط وتم ابتكار صندالة المخصصة الأفراح بنفس تصميم وشكل الشرابيل وهو اللي اعطى شكل ومظهر جديد لهذه الحرفة أول حاجة كانت فكرة الحزوما بالحجار مراجعة فكرة الشرابل بالحجار مراجعة فكرة الصندالة يعني نحن النساء كان بقوخ صندالة كم شيء نحضروا بذيك الصباب الطالون عالية بزيك يعني في حالي كانت تعددوا اختار عنا بكينها كانت فكرة كيف عشانها تكون اختار عنا واحد صندالة كتجي يعني هي موريحة وفي نفس الواقع عليها كتبينك أكتر ويعني ذيك الميلانج اللي كيكون بين أصالة ومعاثارة ذيكش يعني أي حاجة عجبرة عدنا بغيتي تقليدي عجبرة بغيتي العسري عجبرة ويتي حاجة مخلطة عجبرة الشرابيل والأحزمة المطرزة التقليدية هي اكسسوارات لا غنى عنها في الأحراس المغربية وطبعا كل هذا ما كتتش إلا عن طريق معلمين مبدعين وبارعين في هذا المجال